خمسة عشر نجماً من قطاع غزة حاضرين في معرض ليس المقصد منه فقط الرقام بل آلاف الشباب الموجودين في كل ركن وشارع ببؤرة جغرافية محاصرة إسرائيلياً لكن شمسها تشرق في كل يوم معلنة بداية جديدة الرقم خمسة عشر اقترنا بعدد سنوات الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وحمله معرض النجوم وسط حضور لافت من ممثلي الاتحاد الأوروبي ومسؤولين أمميين وفلسطينيين كنت على المنصة مع خمسة عشر شاباً فلسطينياً لدى جميعهم أحلام كبيرة في الموسيقى والدراسة والرياضة وغيرها هؤلاء هم الترجمة للشباب الغزيين الذين يجب أن تعطى لهم الفرصة لتحقيق أحلامهم يجب أتاحة الفرصة لهم للسفر إلى الضفة الغربية والخارج من أجل الدراسة بعد فعالية اليوم يجب علينا أن نسعى معاً لرفع الحصار من أجل أن يحقق هؤلاء الشبان أحلامهم المعرض يعتبر باكورة حملة تركز على عدة قطاعات كالتعليم والثقافة والفن والمرأة والبحر والسفر بهدف إنعاش تلك القطاعات وسنع حياة تشبه الحياة فهنا إنسان يستحقها ويسعى لأجلها الحملة ستكون مرتكزة على وجود 15 نجم وهم شباب أعمارهم ما بين 15 إلى 20 سنة اللي نولدوا وعايشوا الحصار منذ بدايته وبالتالي كل واحد فيهم بيحكي عن كيف هذا الحصار أثر على حياته وعلى أحلامه وكل واحد فيهم بيورجي موضوع معين فعلاً يتأثر فيه قطاع غزة مثل البحر مثل التعليم مثل الثقافة مثل الفن هند لوحيد واحدة من نجوم غزة الذين عايشوا الحصار منذ بدايته نجوم يحملون الآمال والطموحات والأحلام يخاطبون العالم بأعلى صوت قائلين إننا موجودون أمالته محاطي هي إنه الحصار ما يأثر عليه بأي شكل من الأشكال بكل الشغلات اللي أنا مهتمة فيها سواء بدراستي أو بصحة نفسية والمبادرات اللي بعملها بالإضافة للعزف والبرمجة وكتير شغلات تانية أهم إيش بالنسبة إلي وهاي الحملات بتساعدني إنه أصلت الضوء على قداش إحنا في غزة عنا مواهب صعب إنه نبينها للعالم وإنه قد ما كان عندنا حصار وقد ما طال هذا الحصار وإن شاء الله ما بيطول برضو رح نظل نحاول التغيير اللي بنتمنى نشوفه مش بس في غزة في كل العالم كمان معرض النجوم حمل رسالة أخيرة مؤلمة لكنها تبعث الأمل فأخواها إن الحصار مهما طال سنحاول التغيير أحمد قنن لوكالة خبر غزة فلسطين